الكتاب الذي بين يديه هو فرائد السمطين لمحدث سني إنه إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن الهجري هذا هو الجزء الثاني والطبعة دار الحبيب إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة هذه الطبعة بتحقيق محمد باخر المحمود ينكره السنة ينكرون هذا الكتاب هو من كتبهم فماذا تتوقعون هل أن المجرم يصدق ويقر ويعترف بوثائق جريمته هذا إبراهيم الجويني الخراساني سني شافعي مذكور في كتب التعريخ لا شعن لنا بهم من كتبهم صفحة 34 رقم الحديث 371 بسنده بسند الجويني الخراساني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إنها رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يقول ويحدث عن الذي يجري على أهل بيته يتحدث عن أمير المؤمنين ويتحدث عن فاطمة أذهب إلى موطن الشاهد عن رواية طويلة صفحة 35 النبي يقول عن فاطمة فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة إلى آخر حديث رسول الله هذا من كتب السنة من كتب المخالفين فرائد السنطين ينكرونه فلينكروا ما يريدون أن ينكروا هو من كتبهم مثل ما ينكرون الإمامة والسياسة للدينوري هو من كتبهم لأن في الكتاب حقائق لا يريدون الاعتراف بها الكتب التي من كتبهم تشتمل على الحقائق ينكرونها وهذا من جملة الكتب التي ينكرونها مع أنهم يعلمون يقينا هذا الكتاب من كتبهم وهذا السند من أسانيدهم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فمثل هذا السند شائع في كتبهم مع التفاصيل التي تسبق هذا السند أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل السند الكتاب من كتبهم فالنبي هكذا يقول فتقدم علي فاطمة محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة هذه المضامين موجودة في كتب الحديث عند النواصب عند مخالفي العترة الطاهرة وذول غبران النجا هكذا يتحدثون حينما يقول وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها من أية جهة فلا يجوز إنكارها هل هذا حكم شرعي فهذه القضية ما هي بقضية فتوائية في مستوى الطقوس هذه قضية عقائدية فإذا كانت قضية عقائدية فنحن لا نعتمد التأريخ في إثباتها وإذا لم تكن قضية عقائدية وكانت قضية تأريخية مثل ما يقول فما معنى فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها من جهة إعلامية مثلا من جهة علمية من باب الأمانة العلمية وهذا ما دخله في العقيدة وفي الدين هؤلاء يضحكون عليكم ما معنى وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها لأن قوله من أنها مسألة معروفة بين علماء الشيعة هذا كلام مجمل وهذا كلام مضلل فهذه المسألة ليست ثابتة عند علماء الشيعة الثابت منها ما أشرت إليه من أن عمر هدد بإحراق بيت فاطمة فقالوا له من أن فاطمة في البيت فقال وإن هذا الذي عليه أكثر مراجع حوزة الطوسي بقية التفاصيل إما أنهم ينكرونها أو يتوقفون عندها أو يثيرون الشكوك حولها أو أنهم يسكتون عنها أو أنهم في الحقيقة لا يعتقدون بها وإنما يقولونها مجارة لعامة الشيعة هذا هو واقع مراجع الشيعة المرجعة أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء أما إسحاق الفياض يقول هنا وهي ثابتة تأريخيا فلا يجوز إنكارها فلا يجوز إنكارها ما المراد هل هي عقائدية فلماذا تقول من أنها ثابتة تأريخيا إذا كانت القضية تأريخية لماذا لا يجوز إنكارها هذا الموضوع لا يبحث في الدائرة الشرعية وإنما يبحث في الدائرة العلمية هذا كما يصدرون القوانين في معاقبة الذين ينكرون الهولوكوست مذابح اليهود أيام النازية هل هذا الكلام كهذا الكلام لا أدري لا معنى له مسألة كسر ضلع الصديقة الطاهرة مسألة معروفة بين علماء الشيعة من مراد من ذلك هذه مسألة مضللة وهي ثابتة تأريخيا حديث أهل البيت ما هو بمستند تأريخي يعني أن أحاديث أهل البيت ليست ثابتة عنده وإنما ثبتت الواقعة تأريخيا من جهة كتب النواصب فلا يجوز إنكارها هذا الحكم يفرع على الثبات التأريخي لا معنى له إلا أن يكون للضحك على ذقون الشيعة أو أن الرجل جاهل لا يفقه عملية استنباط الأحكام الشرعية لا معنى لقوله فلا يجوز إنكارها تفريعا على قوله وهي ثابتة تأريخية هو لم يثبتها عقائديا لم يثبتها دينيا بل قال كلاما مضللا ومضللا مسألة معروفة بين علماء الشيعة في أي حد في أي تصور وهناك الكثيرون الذين ينكرونها هذا الجواب إما أن يكون تدليسيا وإما أن يكون جواب جهل صادر عن جاهل غبي إلى أبعد الحدود هذا إما تدليس وإما جهل الخيار لكم نذهب إلى فاصل أبعد